أكدت تنظيمات نقابية ومهنية ممثلة لقطاع الصحة القطاع الحر بالدار البيضاء انخراطها الطوعي والتزامها الكامل بالمساهمة الفعالة في إنجاح ورش تعميم التغطية الصحية والحماية الاجتماعية الجمعية دينا هي مشي ضد الفتاح ولكن الفتاح سيكون عنده جمعة دوابط أولا دوابط اللي تتمكن هاد الأطباء اللي غادي يجوا يخدموا في مغرب يكونوا في مستوى اللي يكون في مستوى دي الأطباء طبيب مغربي احنا تنعرفوا بأنه صاحب جلال نصر والله وإيداه جاب المشروع للحماية الاجتماعية وهذا حلم بالنسبة للمغربة اللي أصبح حقيقة وشددت هذه التنظيمة خلال ندوة صحفية خصصة لتصلة الضوء على مشروع القانون 331 المتعلق بمزاولة مهنة الطب بالمملكة أن هذا الانخراط الوعي يجعلها أمام مسؤولية تاريخية كبيرة تدفعها للمساهمة في توفير كافة الإمكانيات والطاقات من أجل تحقيق أهداف ورش الحماية الاجتماعية ومن أجل تحقيق أهداف ورش الحماية الاجتماعية خاصة في الجانب المتعلق بتعميم التغطية الصحية دعا هؤلاء على الخصوص لتجويد الخدمات وتسهيل الوصول إلى الاستشفاء بشكل عادل وتعبئة الموارد البشرية والتقنية من أجل تحقيق هذا المبتغى